استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن أيسى الخليفة عهل البلاد المفدى حفظه الله ورعا يوم أمس وبحضور سمو الشيخ عبدالله بن حمد الخليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المفدى وسمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجلة الأولمبية البحرينية استقبل بقصر الصخير سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اتحاد دول غرب آسيا لألعاب القوى رئيس الاتحاد البحريني لألعاب القوى وقدم سموه إلى جلالة الملك العداء البحرينية روث جبت بمناسبة فوزها بالميدالية الذهبية في سباق ثلاثة ألاف متر موانع للسيدات والعداء البحرينية يونس كيروال فائزة بالميدالية الفضية في سباق المراثون وذلك ضمن منافسات دورة الألعاب الأولمبية الصيفية الحالية والثلاثين والتي صدفتها مدينة ريو دي جنيرو بالبرازيل مؤخرا وقد تفضل صاحب الجلالة بمنح العداء روث جبت والعداء يونس كيروال وسامل كفاءة تقديرا لجهودهما في تحقيق هذا الإنجاز الرياضي العالمي موسيقى 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة التي اقيمت على ارض المملكة مؤخرا وتأهله لنهائيات كأس العالم المقرر اقامتها بالعاصمة الجورجية تبليسيا العام المقبل وخلال اللقاء عربت جلالة الملك المفد حفظه الله عن تهنئته وشكره للرياضيين والاداريين البحرينين على هذه الانجازات الرياضية التاريخية الكبيرة مؤكدا جلالته ان ابناء البحرين قادرون على ان ينافسوا ابطال العالم في مختلف الالعاب الرياضية ويعتلوا منصات التدويج بالذهب رافعين راية وطنهم عالية في اكبر تجمع رياضي في العالم وقمة المستوى الولمبي في دورة العلعاب الولمبية التي اقيمت في البرازيل وكذلك فوز منتخب البحرين الوطني للناشئين لكرة اليد بالبطولة الاسيوية السابعة للمرة الاولى وتأهلهم الى كأس العالم مضيفا جلالته ان مملكة البحرين لم تعد متواضعة الحجم وشعبها الكريم يقدم الانجازات العظيمة في الرياضة على مستوى العالم وان تفوق مملكة البحرين عالميا يدفع الاشقاء بالعالم العربي لمزيد من الانجازات وينمي روح المنافسة الشريفة لاصل جميعا الى الافضل وقال جلالته لقد اسعدنا ما شاهدناه من مشاركة اوسع في مختلف الالعاب الرياضية التي شاركت بها البحرين في دورة الالعاب الولمبية امرين المزيد في الدورات القادمة وان ما حققه منتخب كرة اليد بالفوز بهذه البطولة يؤكد ما تشهده الرياضة في البحرين من انجازات متميزة وعديدة بعزيمة ابنائها وبناتها فهو فخر لنا جميعا فالمستقبل مشرق امام الجميع بابن الله واضف جلالته قائلا ان من واجب الدولة تقديم الدعم الكامل للشباب باكمال المنشآت الرياضية للتدريب لمزيد من المشاركات لتحقيق الانجازات التي ترفع اسم البحرين في المحافل الدولية كما شاد جلالته بالجهود المثمرة التي بدلها سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة رئيس المجلس الاعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الولمبية البحرينية وايضا سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة النائب الاول لرئيس المجلس الاعلى للشباب والرياضة رئيس اتحاد دول غرب اسيا لألعاب القوى رئيس الاتحاد البحريني لألعاب القوى مقدرا جلالته الجهود الكبيرة التي بدلها مجلس ادارة الاتحاد البحريني لألعاب القوى ومجلس ادارة كرة اليد برئاسة علي عيسى إسحاقي وجميع الاداريين والفنيين الذين نعتز بجهودهم الوطنية المتميزة وقد أعرب جلالته عن اعتزازه بجميع شباب البحرين الذين رفعوا راية وطنهم عالية في مختلف المحافل الدولية وأثبتوا إصرارهم للوصول إلى التفوق والتميز في جميع المجالات مؤكدا حرص جلالته على تقديم كل الرعاية والدعم لهم متمنيا للجميع المزيد من التوفيق والنجاح من جانبها عبرت العداء الرذجبت والعداء يونس كيروا عن بالغ الشكر والامتنان لجلالة الملك المفدة على تفضل جلالته بمنحهما هذا الغسام والذي سيزيدهما عطاء وتميز في المستقبل وتقديم أفضل المستويات والنتائج المتميزة لرفع عالم المملكة عاليا بمختلف المحافل الخارجية كما أشادت بالتشجيع والدعم المتواصل لجلالته والذي كان له الفضل في فوزهما بالمجاليتين الذهبية والفضية في الأولمبياد العالمية وتحقيق العزيز من الإنجازات في مختلف السباقات العالمية وتقدمت كذلك بالشكر والتقدير لسمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة وسمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة على الدعم وتشجيع سموهما وتوفير كافة الإمكانات لهما لتحقيق المراكز المتقدمة في العديد من المنافسات والبطولات معربتين على سعادتهم البالغة بتحقيق هذا الإنجاز المشرف للمملكة وعن تمنياتهما بأن تكون عند حسن ظن الجميع في الاستحقاقات القادمة كما أعرب أفراد منتخب الناشئين لكرة اليد عن عميق شكرهم وبالغ تقديرهم وامتنانهم لجلالة الملك المفدة على الدعم المتواصل والتشجيع الذي يلقونه دائما من جلالته معاهدين صاحب الجلالة حفظه الله على مواصلة عطائهم من أجل تحقيق المزيد من الإنجاز غفاء وإخلاص للوطن الغالي ولقيادته الرشيدة على ما هيأته لهم من إمكانيات وفرت كل أسباب النجاح والتتويج بالإنجازاته والبطولات طبعا باستقبال جلالة الملك لأبطال البحرين وبطلات مملكة البحرين هذا مو بشي غريب ولا لأول مرة نقوم بهذا العمل ولله الحمد المسير الرياضي في مملكة البحرين اليوم هادفة للمجتمع ومنافسة لدول العالم ولله الحمد بالكوادر الموجودة عندنا فهذا هو سرنا وسر نجاحنا في تطور هناك في المجالات العمرية للرياضيين هناك اهتمام للرياضي أنه يصبح إن شاء الله محترف في المستقبل فهناك عندنا برامج كثيرة سواء كان برنامج الموهوبين أو برنامج البطل الأولمبي وإلى آخر اكتشاف المواهب يعني الحمد لله مستقبل الرياضة في مملكة البحرين مطمئن وإن شاء الله أنه في ازدياد والله ما ينقص الجميع شيء كبير يعني دول مجلس التعاون من الدول الداعمة اللي للناس سواء كانت في الرياضة أو المجتمع أو إلى آخر العزم موجود القوة موجودة الإرادة موجودة كل اللي نحن إن شاء الله نطمح له في هذه الأيام المقبلة وخططنا المستقبلية أن يكون هناك يعني أكثر في مجال الاحتراف ونطبق مجالات الاحترافية اللي تطبق في الغرب تكون عندنا عشان علق الإنجاريهم في وقت التدريبات ونفس الوقت تفريق اللاعب أكثر وهو هو الشخص يتصار محترف ممعناة أن يتدرب أكثر هو بالعكس ويرتاح أكثر فلذلك يأدي أزيد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر